بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلاب الصف الخامس الابتدائي أهلاً ومرحباً بكم في شرح مجال القرآن الكريم درسنا بعنوان حفظ سورة التكوير من الآية السابعة عشرة وحتى الآية الثانية والعشرين الجزء الثالث لنتعرف في البداية أعزائي الطلاب على أهداف الدرس الهدف الأول أن يتلو الطالب الآيات الكريمة تلاوة صحيحة مجودة الهدف الثاني أن يستنبط معاني المفردات والتراكيب الهدف الثالث أن يسمع الآيات الكريمة غيباً تسميعاً متقناً ربط الدرس الحالي بالدرس السابق لنجب أعزائي الطلاب على هذا السؤال المتعلق بدرسنا الماضي معنى الخنس في الآية الكريمة فلا أقسم بالخنس هي كواكب سيارة تختفي نهاراً هل هذه إجابة صحيحة؟ بالتأكيد هي إجابة صحيحة نبدأ بالهدف الأول وهو أن يتلو الطالب الآيات الكريمة تلاوة صحيحة مجودة نصائح لتلاوة القرآن الكريم أعزائي الطلاب في كل درس من دروس التلاوة والحفظ نذكر ببعض النصائح والآداب أثناء تلاوة القرآن الكريم فينبغي على المسلم أن يتأدب بتلك الآداب كما علمنا القرآن الكريم وكما تعلمنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذه الآداب أولاً قبل القراءة جدد وضوءك واستقبل القبلة وابدأ بالاستعاذة والبسملة ثانياً للقرآن هيبة ووقار فلا تقطع قراءتك بالكلام مع فلان وفلان ثالثاً اقرأ بتأنن ولا تستعجل في القراءة وتدبر الآيات رابعاً جدد نيتك واستحضر فضل قراءة القرآن فلنستمع أعزائي الطلاب لتلاوة الآيات الكريمة قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون والآن أعزائي الطلاب رددوا معي الآيات الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم وما صاحبكم بمجنون فضل تلاوة القرآن الكريم من فضائل تلاوة القرآن الكريم أولاً أنه يشفع لصاحبه يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ثانياً حصول قارئه على وصف الخيرية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه ثالثاً الارتقاء في درجات الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها فكلما زادت تلاوة المسلم للقرآن وحفظه له ارتفعت منزلته في الجنة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة في غلق هذا الهدف عزيز الطالب نوصيك بأن تحرص على تكرار سماع الآيات وتلاوتها تلاوة صحيحة مجودة الهدف الثاني وهو أن يستنبط معاني المفردات والتراكيب لنتعرف أعزاء الطلاب على معاني المفردات الجديدة التي مرت معنا في الآيات الكريمة معنى قوله سبحانه وتعالى والليل إذا عسعس أي أقبل وأدبر ومعنى قوله سبحانه وتعالى والصبح إذا تنفس أي بزغ وأشرق ومعنى قوله تعالى لقول رسول كريم المقصود بالرسول الكريم هنا هو سيدنا جبريل عليه السلام ومعنى قوله تعالى مكين أي ذي مكانة رفيعة لماذا أحب القرآن الكريم؟ أحب القرآن الكريم لأنه يقربني إلى الله تعالى أحب القرآن لأنه ينور عقلي أحب القرآن الكريم لأنه يزيد من حسناتي في ختام هذا الهدف لنتذكر أعزاء الطلاب معاني المفردات التي مرت معنا معنى قوله تعالى عسعس أي أقبل وأدبر ومعنى قوله تعالى تنفس أي بزغ وأشرق ومعنى قوله سبحانه وتعالى رسول كريم إشارة إلى جبريل عليه السلام ومعنى قوله سبحانه مكين أي ذي مكانة رفيعة الهدف الثالث وهو أن يسمع الطالب الآيات الكريمة غيبا تسميعا دقيقا نصائح لحفظ القرآن الكريم أعزاء الطلاب لنتعرف على بعض النصائح التي تساعدنا في حفظ القرآن الكريم أولى هذه النصائح تقسيم الآيات إلى مقاطع فمما يسهل علينا حفظ القرآن الكريم أن نقسم الآيات إلى مقاطع فلا تحفظ عزيز الطالب مجموعة من الآيات مرة واحدة وإنما قسمها إلى مقاطع ليسهل حفظها وإذا كانت الآية من الآيات الطويلة فيفضل أن تقسمها أيضا إلى مقاطع النصيحة الثانية قراءة الآيات في الصلاة فاحرص عزيز الطالب على أن تقرأ الآيات التي حفظتها في ركعات الصلوات النصيحة الثالثة فهم المعنى يرسخ الحفظ في الذهن مما يساعدنا على حفظ القرآن الكريم معرفة معانيه وفهم تفسيره رابعا الترديد والتكرار مع المعلم أو القارئ فنوصيك عزيز الطالب أن تردد مع المعلم أثناء قراءة الآيات وإذا سمعت من قارئ أن تكرر الآيات معه وهذا يساعدك على حفظ الآية الكريمة ونطقها نطقا صحيحا بأحكام التجويد خامسا الدعاء لله تعالى بأن يعينك على حفظ القرآن الكريم وهذه النصيحة هي أغلى النصائح وأعظمها فالله سبحانه وتعالى هو من يسر لك الحفظ ويعينك عليه فاحرص أن تدعوه في كل الأوقات وخاصة في الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء كالدعاء بين الأذان والإقامة وكذلك الدعاء بعد الصلوات المفروضة وكذلك أن تدعو الله في السجود نسأل الله أن يعيننا وإياكم على حفظ كتابه الكريم لنختبر أعزاء الطلاب حفظنا للآيات الكريمة أكمل الفراغ لتختبر حفظك للآيات قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم في ختام هذا الدرس أعزاء الطلاب لنجب على بعض الأسئلة التي مرت معنا السؤال الأول ما معنى عسعس في قوله تعالى والليل إذا عسعس الجواب أي أقبل وأدبر السؤال الثاني ما معنى مكين في قوله تعالى ذي قوة عند ذي العرش مكين الجواب أي ذي مكانة رفيعة السؤال الثالث ما الآية التي بعد قوله تعالى والصبح إذا تنفس الجواب هي قوله تعالى إنه لقول رسول كريم السؤال الرابع ما الآية التي بعد قوله تعالى مطاع ثم أمين أسمعكم تقولون بكل تأكيد إنها قوله تعالى وما صاحبكم بمجنون ختاما أبناء الطلاب نتمنى لكم دوام النجاح والتوفيق نلتقي في شرح درس آخر نترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر